وفي الجانب الآخر من القراءات حذر القيادي في المجلس الأعلى بليغ أبو كلل من تكرار سيناريو العلاقة المتشنجة بين رئيسي الحكومة والنواب الأسبقين نوري المالكي وأسامة النجيفي مع رئيسي الحكومة والنواب الحاليين محمد السوداني ومحمد الحلبوسي وذكر أبو كلل في تدوينة أنه في ظل النظام البرلماني العراقي يظل الخلاف بين رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء من أكبر تهديداته لاستقرار البلاد مثل ما حدث مع ظهور داعش عام 2014 ما يستدعي التوصل إلى حلول وسط لمنح تهديد استقرار العراق وما يدعم هذا الرأي استمرار البرود الواضح في العلاقات بين السوداني والحلبوسي وأيضا حالة التصعيد السياسي لملفات مختلفة في الأنبار وغيرها ما يدفع إلى الاعتقاد بأن أزمة العام الجاري لن يتم تسويتها من دون خسائر يحددها التعديل الوزاري القادم اشتركوا في القناة